وما تنفقه الأسر من أجل تمدرس أبنائها تضاعف بأزيد من ثلاث مرات بين العامين 2001 و2019 تقول المندوبية السامية للتخطيط في دراسة أصدرتها بهذا الخصوص المندوبية أوضحت أن متوسط هذه النفقات انتقل من 1600 درهم إلى 5700 درهم بالوسط الحضري سعاد زعيد روي كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟ السؤال طرحت في المندوبية السامية للتخطيط تجيب عنه ببحث ميداني عنوانه العريض نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات والحديث عن الفترة ما بين 2001 و2019 انتقلت نفقات التمدرس في المجمل من 1277 درهم إلى 4365 درهم حجم تلك النفقات خلال فترة ذاتها انتقل من 1.6 إلى 4.8% على المستوى الوطني منشور المندوبية السامية للتخطيط الذي صدر بمناسبة الدخول المدرسي جاء فيه أن متوسط إنفاق الأسر المغربية خلال الدخول المدرسي 2019-2020 بلغ 1556 درهم أي بنسبة 20.4% من الميزانية الشهرية للأسر المتوسطة تتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوساط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم فمتوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون بالقطاع الخاص تبلغ أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال بالقطاع العام طبعا هذه النسب المرتفعة سجلت قبل جائحة كورونا وقبل المتغيرات التي عصفت باستقرار الاقتصاد العالمي ودفعت مختلف الأسعار إلى الارتفاع